مسائل الأحوال الشخصية في القانون المصري خلاص القوانين المقارنة الدول الخارجية كل دولة تتوسع في مفهوم الأحوال الشخصية حد يقول لي طب أنا ما ليوملن القوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب ينفع نعم وده اللي أنا كنت بقوله وبأكده في المحاضرة الأولى الأحوال الشخصية دي بالذات مش عاوزين برده تتكلمنا واخدنا الكلام ده قبل كده في الجامعة الأحوال الشخصية والقانون الروماني والتنويع ومصطلح أحوال شخصية وأحوال عينية جمين لما رومة كانت الولاية فيها فئات رومان والاتين وأجانب فعشان تميز الرومان والاتين عملت قانون قانون خاص كده قانون محلي فكانت تطبق قانون العام على ما دون هم الأجانب وهم يبقى لهم قانون خاص بهم هم خلاص الرومان والاتين وعشان تميز ما بين القانونين ما بين القانون العام اللي بيطبق على الولاية الرومانية والقانون الخاص بيطبق في ولاية معينة أطلقت الأحوال الشخصية على قانون المحلي والأحوال العينية أطلقت عليها على المال الأمور المتعلقة بالمال عشان كده جاءت تفريقة الأحوال الشخصية والأحوال العينية الأحوال الشخصية بتصطحب الإنسان في كل مكان اتنين كويتة ولا اتنين عمنيين أو بحرينين أو بحريني وواحد وجم حضرتك أو حضرتك وجابوا وقال لك والله أنا فيه خلاف بيننا وعاوز أرفع دعوة متعة دعوة رؤية دعوة فايه اللي هيطبق قانون الطرفين مش بطبع ليهما أنا بطبع ليهم القانون لأنه ده بولو عليه الأحوال الشخصية مشكلة تنازع القوانين دا استثناء من الاقليمية المفروض الاقليمية أنا بطبع القانون لإيه إقليم بتاعي دولتي حدودي كمصر أنا بطبع القانون المصري ده القعدة العامة لكن يستثنى منها لإيه لأحوال الشخصية عشان تعرفوا بس قيمة لأحوال الشخصية الوحيدة اللي هي بتطبق بالاستثناء كان عندك الجرام الجنائية والتجارية والمدني والضرائب لازم بطبق عليها قانون الايه الاقليمية قانون الاقليمية لحوال الشخصية لا بطبق على الشخص قانون الايه الدولة اللي بينتمي اليها بجنسيته خلاص ده طبعا مرتبط بشروطه وضوابط معينة هل هم الاثنين متحدي الاثنين ينتموا لجنسيت دولة واحدة ولا لا الموضوع متعلق لحوال الشخصية انا عندي المادة اربعة من قانون المدني قالت لي والله اذا كان احد الطرفين مصريا فالقانون المصري هو اللي واجب التطبيق خلص الكلام خلاص مصري متجوز واحدة ايا كانت جنسيتها القانون المصري هو اللي واجب التطبيق لكن هم الاثنين لو كانوا جنسيتهم متحدة خلاص بطبع عليهم ايه قانون الخاص بيهم ما لم يكن مخالف للنظام العام معلش ده حاجة برضا خاصة بنظام الدولة انا معلش ما ينفعش ان اطبق حاجة طبقها عندكم لكن انا عندي ما ينفعش اطبق حاجة تتعارض مع سمو النظام العام والاداب في في جمهورية مصر العربي خلاص